سفينة إسرائيلية تعرضت إلى هجوم غامض اتهمت إسرائيل إيران بأنها هي من قامت بهذا الهجوم إذا إجينا إلى تفاصيل هذا الهجوم وردنا نعرفها فحقيقة الهجوم صار بسفينة كانت هي متوجهة عبر المحيط الهندي إلى بحر العرب إلى طبعا الإمارات وتحديدا إلى ميناء دبي وهذه طبعا هي سفينة شحن وبهذا الطريق وتقريبا بهذه النقطة وفي بحر العرب تحديدا تعرضت إلى الهجوم وتعرضت إلى حريق وكان هذا الهجوم إلا شكليا إلى عدة سيناريوهات اثنين حقيقة هي التي طرحت من عدد من وسائل الإعلام التي تناقلت هذا الأمر السيناريو الأول أنها هجمت من قبل طائرة مسيرة مطورة والسيناريو الثاني بأنه كان هناك لغما تم حقيقة لصقة بهذه السفينة من قبل الكوماندوز الإيراني بحسب الاتهامات ولكن في نهاية المطاف هذه السفينة قدروا السيطرون على الحريق اللي صار بها ليس هناك إصابات ليس هناك أي قتلى لم يتعرض الكادر إلى أي مشكلة واستمرت هذه السفينة بطريقة ودخلت إلى مضيق هرمز من دون أي مشاكل ووصلت إلى ميناء دبي من دون أي مشاكل ولكن هذه السفينة الإسرائيلية طبعا ما هو معروف عنها بأنها سفينة إسرائيلية تابعة إلى شركة اسمها زودياك ماري تايم وهذه طبعا الشركة الإسرائيلية هي مملوكة من قبل رجل أعمال إسرائيلي معروف ولكن المثير بالموضوع أنه بعد هذا الهجوم زودياك ماري تايم صدروا بيان وقالوا بأن هذه السفينة إحنا كنا نمتلكها والآن شركة ثانية تملك هذه السفينة على هذا الأساس النيويورك تايمز وضعت وتحرت من هذا الموضوع ووضعت تفاصيلة مهمة جدا حول هذه السفينة التي تعرضت إلى الهجوم أكدت شركة زودياك ماري تايم أنها لم تعد تملك السفينة وأظهرت قاعدة بيانات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة البحرية الدولية أن السفينة المستهدفة مملوكة لشركة أخرى مقرها لندن وتدعى بولر فايف لميتد وهذه طبعا بولر فايف لميتد هي شركة ليست إسرائيلية وليست مملوكة بأي شكل أو بآخر ولا حتى من شريك من أي شخص إسرائيلي فبالتالي واضح هنا بحسب النيويورك تايمز بينما قد تكون معلومات الاستخبارات الإيرانية ومن قام بهذا الموضوع هي لم تكن دقيقة في هذا الموضوع ولكن هذا لم يمنع من الهجمات الغامضة من أن تظهر مباشرة بعد إعلان هذا الهجوم في الداخل الإيراني وهذه الهجمات الغامضة بالعادة عندما تحدث في الداخل الإيراني معنى ذلك بأن إسرائيل تقف خلف هذا الموضوع أولا هذه الهجمات صارت بحريق في إحدى المزارع الموجودة بالقرب من مدينة فارس الإيرانية وقالوا بأنها تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى ذلك أنه صار انقطاع بالتيار الكهربائي بشكل كبير في طهران وثمانية وعندما تشوفوا هذا طبعا يرجح بأننا قد نكون أمام سايبر أتاك اللي هو هجوم سبراني إسرائيلي واضح ولكن بالتأكيد لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذا الموضوع الآن الإسرائيليين اللي قالوا بعد الهجوم على السفينة اللي إحنا حكينا بها الآن قالوا بأنها انتقام لهجوم أصلا صار في الداخل الإيراني قبل أسبوع وصار ضد هذه النقطة وعلى هذه النقطة تحديدا اللي هو طبعا في محافظة كرج الإيرانية تقريبا شمال غرب كرج وهذا طبعا المكان هو عبارة عن المصنع الوحيد لأجهزة الطرد المركزية الإيرانية في وقتها صار الكلام بأن طائرة مسيرة انطلقت من داخل إيران وهاجمت هذا المصنع ولكن هناك أبديت وتحديث على هذا الموضوع من خلال الأقمار الصناعية اللي رح نرويكم الآن من آخر حقيقة نقطة وتاريخ سجل لهذا الموضوع أن الهجوم تبين بأنه صار أصلا على هذه النقطة وعلى هذه حقيقة المصنع اللي موجود بهذا الاتجاه هذه كلها تعمل كل واحدة عدها وظيفة في أجهزة الطرد المركزية هذا المكان تحديدا هو مكان من أجل حقيقة صناعة الكنكترز اللي هي أجهزة التوصيل بين أجهزة الطرد المركزية حتى تثبت أجهزة الطرد المركزية لأنه بسبب الدوران مالتها تكون عالية للغاية وبالتالي هي ثبتها بشكل أساسي لذلك دور هذا المكان كبير ومهم وبالتالي الهجوم بحسب الأقمار الصناعية اللي جدت بتاريخ واحد سبعة هذه بتاريخ بشهر ستة هي تبدو كذلك خلينا نركز على هذه النقطة تحديدا ورح نلاحظ بأن هناك اختلافا صار في واحد سبعة اللي هي طبعا حللتها انتلعب وهي ظهرت بهذه الشكل وبهذه الصورة إذا لاحظ النقطة اللي أشرت لكم عليها الآن تبدو مختلفة تماما وتبدو الضربة مؤثرة الإيرانيين في وقت قالوا تصدينا لهذه الضربة ولم يحدث أي شيء ولكن الأقمار الصناعية تقول شيئا آخرا وبالتالي تبدو بأن السقف بالكامل دمر وتهدم بهذا الشكل وواضحة من هذه اللقطة المقربة بأن عملية حريك كبيرة جدا وأتربة موجودة في الداخل وبالتالي هذا يرجح بأن القضية هي ليست قضية طائرة مسيرة بل أنه يرجح بأنه قد تكون هذه عبوة ناسفة تسربت كما حدث في منشأة نطانزة النووية منها جموها وفجروا أجهزة الطرد المركزية بها قد تكون هي بهذا الشكل لأنه السقف كله على طول 40 متر هو دمر وهبط بهذا الشكل واللي هو أيضا يجي بعرض 15 متر أيضا فبالتالي هذا الموضوع يوضح بأننا قد نكون أمام سيناريو مختلف من طائرة مسيرة انطلقت وضربت لأن بحسب خبراء يقولون بأن الطائرة المسيرة لا يمكن لها أن تحدث هذا الحريق الكبير والهائل أو قد نكون أمام هجوم سبراني اللي هو سايبر أتاك كما حدث بحسب الآن الاتهامات اللي موجودة في الداخل الإيراني من قبل إسرائيل النقطة الأساسية في هذا الموضوع واللي إحنا يجب أن ننتبه إلها هي الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تراشق الهجمات والحرب حرب الظل بين إسرائيل وإيران بهذا الشكل الذي نشوفه الأمريكان الآن بحسب أنباء مهمة جدا من ستارز وستريبز عفوا سوت انسحاب من قطر من ثلاثة قواعد تابعة الولايات المتحدة الأمريكية بها مخازن للسلاح وجنود أمريكيين انسحبوا إلى الأردن بشكل مباشر وهذا طبعا يضاف إلى طبيعة الانسحابات التي تسويها إدارة بايدن انسحبوا حقيقة بسحبوا منظومات الدفاع مثل ما نعرف الجوية من السعودية إذا هي الثاد أو إذا هي الباتريوت وحتى سحبوها من الداخل العراقي وكذلك من الأردن نفسها أصلا هذه المنظومات هم سحبوها وبالتالي هذا السحب لعدد كبير ولا بأس به من أجنود الأمريكيين أو المختصين الأمريكيين مع هذه الأجهزة فبالتالي هذه المنظومات عفواً الدفاعية المهمة فبالتالي واضح بأنه الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة أخرى هي سوتها البارحة أنه هي رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين وزارة الخزانة الأمريكية فواضح دايحاولون بقدر الإمكان العودة للاتفاقية النووية بسرعة كبيرة جداً أو على الأقل ابقاء لمسات بسيطة على هذه الاتفاقية النووية قبل أن يأتي هذا الرجل إبراهيم رئيسي في شهر الثمانية رح يستلم مهام الرئاسية وبالتالي هم متخوفين لأن الرجل قد يعرقل الاتفاقية النووية كذلك هم دايحاولون أيضاً يتفادون سيناريو دايسير عندنا بالعراق اللي هو ضغط الفصائل المسلحة الكبير في الداخل العراقي وشفنا هذا الموضوع قبل يومين بهذا الشكل طبعاً لصواريخ القراد عشرة صواريخ القراد كانت موجهة إلى قاعدة فيكتوري الأمريكية قاعدة النصر اللي هي موجودة في مطار بغداد كانت منصوبة بهذا الشكل للقوات الأمنية قدرت تضبطها وبالإضافة إلى ذلك أيضاً اللي هي الطائرة المسيرة اللي هجمت السفارة الأمريكية وقدرت الحقيقة المنظومات الدفاعية اللي موجودة هناك أن تضبطها وأن تسقط هذه الطائرة ولكن إذا لاحظنا أن هذه الطائرة هي ليس طائرة عسكرية هي طائرة مدنية ليس هناك أي ضرر بهذه الطائرة وخل اللاحظ هذا هو الصاروخ طبعاً اللي هو a attached إلى هذه الطائرة واللي طائرة تحمله وبالتالي لو اللاحظ أنه كأن منظومة السيران لم تتصدى إلى هذه الطائرة المسيرة فما الذي حدث لهذه الطائرة المسيرة وشلون قدروا يضبطوها بهذا الشكل وتنزل بهذا الشكل من دون أن تنفجر وهذا يوضح تماما بأن ما اللي سوته طبعا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في السفارة هي قضية ومنظومة دفاعية قد لا يعرفها الكثيرون اللي هي منظومة ديدرون وهذه المنظومة تكون الحساسات والرادارات مالتها تبدو بهذا الشكل هذه شغلتها البسيطة هي تراقب الطائرات المسيرة تتعرف عليها وعلى تفاصيلها بهذا الشكل عندما تطير مثل ما تشوفون بالرادارات وعندما تصل إلى نقطة معينة تنضبط بهذا الشكل شوف تخترق المنظومة لهذه الطائرة وتهبطها على كيف بهدوء كبير جدا فبالتالي هذا يوضح هو هذا بالضبط اللي صار في السفارة الأمريكية وبالتالي الصاروخ اللي موجود أو القنبلة أو المتفجرة اللي موجودة بالطائرة المسيرة هي معتمدة على الاستدام حتى تنفجر ولم تنفجر بسبب هذه المنظومة الدفاعية بالتالي الطائرات المسيرة المدنية لديها مشكلة مع منظومة الديدرون والديدرون تقدر تضبطها ولكن هذا يعتبر تصعيدا كبيرا واضحا في هذا الشيء أميندرون بسبب واضح 나와 بالتحاءات مستعمة في هذه المنظومة الدينة لوصف котором هل حرت بسبب